سياسة أدورف هتلال الخارجية ضم العقاليم الناطقة بالألمانية احتلال إقليم الراين وضم النمسا إلى ألمانيا الحلقة الخامسة عشر من سلسلة الدرستاتورية النازية ودورها في الحرب العالمية الثانية احتلال إقليم الراين 7 مارس 1936 ميلادي إن الإنجازات الألمانية التي حققها هتلال جعلته يمضي قدما فبعد سنة واحدة من إعادة الخدمة الوطنية وإعادة تسليح الجيش الألماني ووجه أنظره إلى احتلال إقليم الراين الذي نصت معاهدة فيرساي أن تبقى منزوعة السلاح مستغلا بذلك الأوضاع المتدهورة في الساحة الدولية من بينها انهيار جبهة ستريزا وغزو الحبشة وتدهو العلاقات البريطانية الفرنسية مما جعل هتلال يصريح أمام البرلمان الألماني في 7 مارس 1936 ميلادي أنه سيخترق معاهدة فيرساي ومثال لورانو مؤكدا دخوله إلى إقليم الراين بجيش طوامه 20 ألف جندي وطام بإعادة تسليحها وأسس لها مرتبا مركزيا وخصص لها من ميزانية الدولة 12 بليون مارس ألماني للأسلحة ولمحاولة تهديئة الأوضاع في أوروبا طام هتلال بتجميد النشاطات العسكرية في إقليم الراين مدة أربعة أشهر ووطع معاهدة عدم الاعتداء مع طول من فرنسا وبلجيتا لمدة 25 سنة وعودت ألمانيا لعصبة الأمم ضمن نمسا 20 أفريل 1938 ميلادي إن تعبير النمساوين عن أغبتهم بالإنضمام إلى ألمانيا بدأ واضحا بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وصلت معارضة الحلفاء بسبب ما نصت عليه معاهدة فيرساي 1919 ميلادي القاضي بإنفصال النمسا عن ألمانيا نهائيا واستنادا إلى فتاة الأنشالوس الداعية إلى تحقيق الوحدة بين النمسا وألمانيا شارع هتلر في مخططه خاصة أن النمسا احتلت متانا في توجيهات هتلر السياسية ليس لأن المنطقة الحدودية بين الطرفين ومسطة رأس هتلر فحسب بل للتقارب التاريخي بينهما وبعد أن استطعت النازية إسقاط حكومة المستشعى النمساوي شوشيند الذي حاول جاهدا البحث عن حلول الوضع المتأزم وذايت عن طريق تبني سلاح هتلر الشعب الذي اعتمد عليه تحقيق طموحه من خلال طرح مسألة استقلال النمسا بالاستفتاء الجمهوري وحصلت ألمانيا على نسبة 97% للموافقة على ضم النمسا إليها وتم ذايت في 20 أفريل 1938 ميلادي أي بعد شهر من دخولها للعاصمة فيينا مرى هتلر على بلدة إبرانو وخطب في الشعر طائلا إذا كان القدر قد شاء أن أنبت في هذه الطرية لأتون زعيم للرائخ فقد أن أطلل القدر مهمة إعادة وطن النمسا إلى الوطن الأم ألمانيا لقد أمنت بهذه المهمة وحاربت من أجلها وتمتنت اليوم من تحقيقها وهكذا اتحدت ألمانيا مع النمسا واستطاع هتلر تحقيق حلمه وأماله أخذت المعلومات من مضطرة ليني شهادة الماستر في التاريخ العام بعنوان الدرتاتورية النازية ودورها في الحرب العالمية الثانية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد